المترجم للقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نبيكم مصدقائي معدنا النهاردة مع حل الجنرال الاكسرسيز على لسون ثري يونت غون منهاك كونيكت فور انا بيقول لي لسون لسون هنعمل لسونين وبعدين هنكتب هل اللي احنا الجمل دي صح ولا غلط يلا بينا نعمل لسونين وانت اكتب 1 2 3 4 تحت بعض وكتب لي T أو F جنب كل واحد يلا لسون plants are living things some plants are big and some are small plants need soil water and air to grow مرة كمين plants are living things some plants plants are big and some are small plants need soil water and air to grow we need to take care of plants تعالوا نشوف مع بعض plants are living things هل هي كائنات حية أو طبعا some plants are big and some are small أو طبعا يبقى T T بعض النباتات كبيرة بعضها صغير أكيد number 3 plants don't need water to grow مش محتاجين مية عشان يكبرهم لا طبعا false we don't need to take care of plants احنا مش محتاجين خلي بلنا اكتب معايا in need to هيجي بعديها infernative ver هل احنا مش محتاجين ان احنا ناخد بلنا من نباتات بالتأكيد لا احنا لازم ناخد بلنا من نباتات ركز معايا في reorder السؤال reorder اللي هو اعادة الترتيب reorder the words to make the correct sentences لازم احدد الاول او انا شغال الجملة دي نوعها ايه الجملة دي بدأ where يبقى ده question انا عايز بعدها helping verb verb to be am is or was where verb to do do does who did verb to have have has or model 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 فعلي ناقص can could should should will would may might must or to can could should would your plant بلانت كلمة بلانت ده النوم نشغلين grammar اي شباب خلاص يبقى لازم البوسوسيف اجكتب بتيجي قبل الايه قبل النوم where is your plant فين النبات بتاعك number two you ده السوبجيكت انا عايز فعل في فعل اه في فعل اللي هو or بعد كده عندي and يبقى and دي هتبقى في النص ما بين الكلمتين طب انا كتبت you are honest and good كده صح اه صح طب ايه في القطع قال لي الامبراطور قال you lishching قالوا you are good and honest صح اه صح عادي بيش ايه مشكلة طيب انا عندي there is there are there was there were there will be بيش يبقى انا عندي الفعل المساعد will بعدين مصدر ده الوحيد اللي مصدر يبقى will ايه جي بعدها مصدر اكتب المعلومة دي will واحد من المودلز من الأفعال النقصة والأفعال النقصة كلها بعدها مصدر طب ايه بي ده مصدر ايه ده ده مصدر الverb to be اكتب there will be هيكون في ايه هيكون في ايه a competition competition ده الناون كم بي ته ها كم بي ته شن نرجع تاني كم بي ته شن حطف الستوب يبقى ده الناون وابلي الارتكال بتاعه يلا تشوز the correct answers from a b c already the is someone who is like a king زي الملك طيب ايه هنا انا مثلة هل التيتشر المدرس مهم طبعا بس مش زي الملك a farmer مزارع emperor امبراطور الفت الطبيب البيطاري يبقى الامبراطور اللي هو الامبراطور ده اللي زي الملك someone who is a شخص ما بيعمل ايه does not lie اللي مش بيكذب ده beautiful جميل ugly قبيح honest امين ولا happy طبعاً امين او صادق نمبر ثري means معناها تعني to paint again repaint احنا ادفعنا ان مع الفعل هاتب معناها انك عملت الفعل ده مرة دانية repaint نمبر فور he is good looking after his garden looking after يعتني ب الگاردن ده رب و انجي good هتاخد حرف good for at of next هنا هتاخد at طب في حاجة اسمها good for good for good for يعني جايد لي مش جايد في يعني i'm good at english انا كويس في الانجلش i'm good at swimming انا كويس في السباح بس فيه good for اه فيه good for بس هنا عنها جايد لي لما اقولك مثلا ان fruits and vegetables are good for your health كويسين لصحتك روح نمبر فور ازا ما انتفعنا احنا بنحل ازاي حل انت لوحدك واقف الشاشة وبعدين حل وبعدين هنا مثلا فيه 1 2 3 3 اسئلة هتحط mark من 3 وتستنى تعمل revision معايا وبعدين تحط درجة وتسيبها لي في التعليقات عشان نعرف احنا استفدنا ولا لا هل لنا صحة ولا لا once upon a time once upon a time فيه يوم من الايام ذات مرة دي كلمة دلة على الpost simple فهتلاقي كل الافعال اللي بعد كده post كان في ملك في ملك عنده ملك حيث عظيم يمیدون من تعمل من ما ليم من أو ملائل أو آعونس أو در المطل فما فيه يوم من لن كان بيش فيه ملائل كان عظيم كان عظيم كان عظيم كان عظيم كان صادق كان أمين كان عنده بيوريفول ايه؟ جاردن ولا بلس هتمشي بس هنشوف اللي بعد كده اللي مليئ بالفلاورز هي اللي مليئ بالورود هي الجاردن ده كلام جميل تعال نعمل ماتش برضو نفس الفكرة وقف الشاشة حل معي خلاص وبعد كده ارجع اعمل شك قدت مارك من فور وابعتلي الدرجة بتاعت اكسرسايز 5 في التعليقات اعم هتنا مع كل التدريبات كان جيد كان جيد في ايه؟ كان جيد احنا هنا جود ات هتاخد اتي بجود ات بروينج كان بيعتني بايه؟ اكيد بيعتني بالجاردن بتاعته تمام؟ يبقى ده فر بنا عايز اوبجيكت مفعول اوبجيكت يا نون يا برو نون هنا ده نونه اللي هو الجاردن فبهيز ده بيعتني الصفات الملكية عادة على الجاردن فبالس ده مكان وير از وير حيثه نعرفين الامبرار ليف بيعيش في الامبراطور اي وون انا فوست فوست اكيد بجائزة بكمبيتيشن بمنافسة او لقنا كمبيتيشن اوكي القطعة بنعمل ايه؟ بنحلها كده بنقرأ سريع ناخد المين ايديا الفكرة الاساسية نقرأ الاسئلة بعد ذلك نرجع نقرأها بالراحة ونطلع الاسئلة احنا هنقرأ مع بعض واحدة واحدة وانديزة تا يوم ان امبرو ان شاينة جيف the gardeners some seeds تاهم بعض البزور الامبراطور في الصين اعطاء الفلاحين مزارئين جاردن اللي هم شخص البستاني اللي هو بتاع البستاني يعني بتاع الجاردن سيد زي بزور عشان يزرع اللي حصل ان الامبرار told the gardeners that the one who could grow the most beautiful plant اللي هزرع اجمل plant he would be the next emperor هكون الامبراطور القاد ching was one of the gardeners كان واحد من ال gardeners ching was very good at growing things and looking after his garden كان جيد في زراعة الاشياء والاعتناء بالgarden he put the seed in the sun and gave it water ادها مية but nothing happened مفيش حاجة حصلت ching tried try يعني حاول for weeks but no plant to grow مفيش نبات cover the other gardeners had plants that grew الغاردنرز التانيين جموا معاهم النباتات at the end في النهاية ching طبعا one one fast because the seed was seeds where he did كانت ميتة ولكن الملك بس كان حابب يختبر صدقهم وامنتهم and only ching is honest and good so لذلك he would be the next emperor هنختار to the correct answer underlined word الكلمة اللي تحتها خط اللي هي beautiful معناها الباد هل سيء ولا ugly قبيح ولا lazy ولا nice طبعا هتبقى nice هي ممكن opposite بتاعها أو الانتنم اللي هو عكسها ugly بس معناها nice الامبرور هنجيف seeds تو أعطى seeds البذور للدكتورز ولا الگاردنرز ولا الفتس طبيب البيطري ولا المدرسين لا الگاردنرز تمام answer what was ching good at يبقى انا هارجع تاني هنا هو كان جيد في ايه يبقى اللي اجابة هتبقى هشوف good at ching او يبقى اللي اجابة هتبقى ching was good at growing things and looking after his garden يبقى the next emperor the next emperor طبعا هو ching ching would be the next emperor طبعا punctuation punctuation هشوف الجملة بتاعتي هنا لازم ابدأ capital وتكتب جملة خط جميل مسافة بين الكلمات was good at growing تمام كده حط فلسطوب اللي انت عملت فلسطوب وبدأت ايه capital انا كده انتهيت من حل exercise 3 exercise على lesson 3 شوفكم على خير الفيديو الجاي مع lesson 4 و5 شوفكم على خير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته